بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وقيلا ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتصدن في الأرض مرتين ولتعلن ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدولاهما بعثنا عليكم عبادا لما بعثنا عليكم عبادا لما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مسعولا ثم أرددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نثيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فالها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أثارتكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حفيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أم لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعى الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء صص الله تصليلا وكل إنسان أنذى الله طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر واذرة وذر أخرى وما قلنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نطر فيها فسسقوا فيها فسسقوا فيها فحق عليها القرص فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له الجهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا مثل هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مفضولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفض لهما جماح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تقوموا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغولة لعوقك ولا تبسطها قلنا البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرفق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن وذكرهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان صاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النسى التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد قل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تفرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا قل ذلك كان سيئه عند ربك مقوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فطلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نصورا قل لن كان معه آلهة كما يطلون إذا لابتغوا إلى ذي العرش ثبيلا سبحانه وتعالى عما يطلون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن اجعل ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعل ما على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم مفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم أجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا يقولون إذا قلنا عظاما وغفاتا أئنا لم بعوثون خلقا جديدا قلكم حجارة أو حديدا أو خلقا منا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرقوا أول مرة فسينرضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتعنون إن لبستم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينظر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلواك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود ذبورا قل ادعو الذين رعمتم من يدونه فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تهويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محرورا وإن قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة ينعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستودا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ما قتم بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويثا وإذ قل ما لك إن ربك أحاطر الناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتمة للناس والشجرة والعورة في القرآن ونخلصهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قل ما للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد من خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فما طبعك منهم فإن جهنم جذاؤكم جذاء مغفورا واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك للبحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم مدعو كل أماس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركع إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا ثمة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لثنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفاجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ستهجج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا والذل والقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا وإذا ألعمنا على الإنسان أعرض ومآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤثى قل قل من عمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لماذهبا الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يقول لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا وقرأه قل سبحان ربي هل قوط إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ينسون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضن الصلاة تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم ألما خضت زبناهم سعيرا ذلك جذاؤهم لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا إذا كنا ضعما ورفاتا أئنا لم بعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابا الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل سنو الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بقل لفيفا وبالحق أنذلناه وبالحق نذل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقف ونزلناه تنذيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوطوا علما من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمصعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ غلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنذل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنه لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسر عملا وإنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبسوا آمدا نحن وقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شاتطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن استرى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف يعشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجرة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطص ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتعذروا بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين أغلبوا على أمرهم لما اتخذوا عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وجما بالغيب ويقولون سبعة وثا منهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضط ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبرنا الثكم عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر إنا أعتدنا للظالمين ناغا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاصر بماء كالمهل يشغي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا يضيعوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خبرا من صدس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحصلت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفصناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جلت الجنتين آتت أقولها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أم أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظم أن تبيد هذه آبادا وما أظم الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أجدا وخيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكنهو الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا ذلقا أو يصبح ماءها وورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثيه على من أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا همالك الولايق لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو نذينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات الخير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم ألا وجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذوا له وغريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مربقا ورأى المجرمون الله فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم هدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم ثمة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومعاذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخرهم بما كسبوا العجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال مسار فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخر سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء ما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنثانه إلا الشيطان وأن أذكره واتخر سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قلنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرقها لها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت وثا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا ترجمة نانسي قنقر